مشهد يتكرر أمام عيون المارة دون التحرك من أجل إنقاذ المصاب خوفاً من الملاحقة العشائرية والقانونية على فرضية من يصعف مصاباً في حدث مروري هو نفسه المتسبب أو الطرف في الحادث بحسب كثيرين وللحد من ذلك أجمع أغلب الشيوخ العشائر على حماية من يقوم بإنقاذ مواطن مصاب من أي تبعات عشائرية للحد من هذه المشكلة يصير حادث وينهزمه بالحادث فأكو بعض الناس اللي بشارة تتمنى هذا الشخص المصاب أو الحادث نقل المستشفى فأثناء النقل وبالمستشفى يصير بعض المشاكل ويأهل أبو الحادث ويأهل الدولة بنفس الدولة فهذا الموضوع أولاً هو كموقف إنساني المفروض هذا الشخص المسعف يصير إلى شكر من قبل العشيرة أهل أبو الحادث ومن الدولة لازم تكون إلى تشجيع ومبادرة لأنه موقف إنساني هذا الجهات المعنية تقللت من حجم هذا الموضوع الذي لا يمكن التخوف منه بسبب هذه الإجراءات التي هي للتأكد والتعرف على ملابسات الحادث فقط في وقت يرى الكثيرون أن مثل هذه الحوادث تقطع سبيل المعروف وتجبر أغلب الناس بالابتعاد عنها وبذلك تزهق الكثير من الأرواح جراء تأخر نقلهم وإسعافهم أما المواطن إذا لاحظت حالة معينة لاحظت حالة دهس أو حالة معينة من يتم وكان طبعاً العراقين كلهم غيرة وحمية من يتم استصحابها من قبله يوديها إلى المستشفى المعني أو مركز الشرطة المعني الذي يرافقه مباشرة فالتحفظ يصير عليه بشكل وقتي ينطيه مجرد الإدلاء بمعلومات معينة وهذا تحصل حاصل وواقع حال ومع مثل هذا التحرك العشاري أمل الكثير أن تكون العشائر مع القانون وتثبت على دورها الكبير في القرارات التي تصب في مصلحة البلد وللحث على تكريم كل من يقوم بأعمال إنسانية وليس العكس حيث يصبح المصعف هو الجاني والجاني طليق لا تتم ملاحقته أبداً من بغداد علي وميض قراءة الرشيد الفضائية